سنوات مرت وهذه الطوابير من السيارات التخصصية والآليات الثقيلة متوقفة عن العمل بسبب تعرضها إلى أعطال فنية حالت دون إصلاحها وبالتالي تحولت إلى خردة من الحديد رغم أنها كلفت ميزانية الدولة ملايين الدولارات كما يقول ناشطون في مجال مكافحة الفساد باعتبار ذلك أحد أبواب هدر المال العام طبعا هذا إضرار واضح وصريح وعلني بالمال العام وينطبق عليه أحكام المادة 340 من قدم العقوبات وهذا طبعا من ضمن أعمال هيئة النزاهة وأيضا من ضمن أعمال ديوان الرقابة المالية عشرات المركبات التخصصية المتوقفة عن العمل في الديوانية يقول الناشطون إنها لو استغلت لتمكنت من تقديم خدمات أساسية تعاني من شحتها المحافظات العراقية لكن لمسؤولي دوائر خدمية في المحافظة رأيا آخر كلف أصلاحها وصيانتها هي كلف أعلى جدا من الفائدة المالية أو الفائدة المنتجة عنها السبب طبعا هو أكيد تقادم وتهالك الآليات كونها آليات تخصصية تعمل مع بيئة قاسية وتنقسم أنواع هذه المعدات الجاثمة على الأرض إلى عجلات تخصصية كالحادلات والشفلات والسيارات الحوضية وعجلات الأحمال الثقيلة وآليات تعبيد الشوارع ورفع النفايات والتي يبلغ عددها قرابة 220 آلية حسب السلطات المحلية التي أكدت قيامها بالتحقيق في هذا الملف وإحالة المقصرين إلى الجهات الرقابية هذه الآليات كانت محجوزة في أماكن كبيرة في محافظات على تصليح لأن الوجود هدر في المال العام وشكلنا عدة لجانة تحقيقية ولجانة تحقيقية قصرت وحولناها إلى دائرة النزاهة هناك إن شاء الله آلية كاملة خلال هذه الفترة سيكمل تصليح الآليات التي ممكن تصليحها وبعد استيراد هذه الدفعات من الآلات التي انتهى بها المطاف إلى التوقف ألزمت وزارة البلديات والأشغال العامة الشركات المجهزة باستيراد أصناف الرصين من مناشئ عالمية تمتاز بكفاءتها العملية منظر الآليات المعطلة والمهملة في دوائر الدولة يثير انزعاج أبناء المحافظة وناشطيها الذين يعزون السبب إلى ضعف متابعة المال العام داعين هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية لتتبع الأموال التي رصدت لإصلاح هذه العجلات التي من المفترض أن تدخل الخدمة بدل بقائها في العراء ميثم الشباني الخراء الديوانية ترجمة نانسي قنقر